خط دفاع مهم كمان هو الشباب كنا بنكمل كلامنا على أنه عملية التمكين والتأهيل على مدار سنوات فاتت علشان نوصل اللحظة دي يكون فيه تمام النطج والوعي والإدراك لدى الشباب المصر آه يعني حضرتك شوفي الناس اللي وقفين الناس اللي بنظامها شوفي حملة الرئيس نفسها من أول المستشرة محمود فوزي العميد وسام زي منا عمد خليل النائب أحمد عبد جواد كلها سن متقارب وكلها سن شبابي يعني دي برضو بتعكس بتعكس إيمان الرئيس بالشباب إنه يديهم فرصة إنهم يعني بيقودوا حملته الانتخابية يعني فدي ده نتاج شغل برضو يعني عشر سنوات مع الشباب وتمكين الشباب لأنه كل دولة يعني إما دخلوا مجلس البرلمان إما اشتغلوا في الحوار الوطني والحوار الوطني الأمانة كان أحد أهم الحاجات اللي عملت نقلة في مصر نقلة سياسية كبيرة إنك تجيب كل أطياف المعارضة من أكسى اليمين لأكسى اليسار عشان يعودوا ويتكلموا ويتناقشوا والأهم إنهم يتنفس توصياتهم لما ما فيش حاجة اسمها مغالبة لكن فيه توافق لما بيتوافقوا على حاجة بتتنفس والرئيس يعني وافع على أكثر من مبادرة من الحوار الوطني وفيه حاجات تانية كمان على الأجنتة البرلمانية الفترة اللي جاي وده كمان بيعكس يا دكتور محمود أنه الشباب لما بيتبادلوا الأطرحات والرؤى ووجهات النظر أكيد أنه بيبقى فيه اختلاف شيء طبيعي فكرة أو ثقافة تقبل اختلافي مع الآخر وأنه الاختلاف لا يؤدي للخلاف دي ثقافة أصبحت موجودة لدى الشباب بشكل خاص ولدى المجتمع المصري بشكل عام يعني خليني أقولك كلمة الرئيس لما دعا للحوار الوطني لما قال الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضي وخلينا أقولك التجربة عن تنسكية شباب الأحزاب اللي برضو فيها شباب من كل الأحزاب ومستقلين ومع ذلك أكيد هم مختلفين وأكيد فيه بينهم خلافات كبيرة سياسية لكن الخلافات كلها على أرضية وطنية فيمكن حلها والناس بتدور على وده برضو من الحاجات الأخطاء التاريخية عندنا احنا دايما كانت المعارضة والنظام بيدوروا على ما يختلفوا عليه الناس في الوقت بتدور على ما يتفقوا عليه يعني يعني خلينا هنقعد ونتفي على كده عشان كده مثلا عجبني من ضمن المرشحين فريد زهران في كلمته في الحوار الوطني لما قال أنا أخدت حاجات يعني طالبت حاجات وفي حاجات خدتها وحاجات ما أخدتهاش بس أنا هكمل وحتى في بعض الناس زيالت منه هو برضو في نفس الترشيح بيعمل نفس الأمر والراجل نازل وعارف أنه ممكن ما بيقاش عنده فرص كبيرة لنجاح لكن نازل يعمل لحزبه واضح ونازل ياخد أقصى ما يمكن الحصول عليه ويبني عليه وهي دي المعارضة لكن فكرة المعارضة مش هلعب وعازف ومقاطع ما بتجيبش نتائج دايما وكل الناس اللي جربت المقاطعة والعزوف ما جابتش نتائج فالشباب فعلا هم الوقود المعركة الانتخابية الحالية هم اللي بيديروا معظم الحملات الانتخابية هم اللي وقفين في معظم اللجان هم كمان المصدرين الشاشات كل دول نوعيات من الشباب تم تدريبهم وتمكنهم خلال السنوات الأخيرة زي ما هم كانوا ومازالوا وسيظلوا هم وقود ثورة البناء والتنمية وهذا النوع من التوراة الحياة نوع إيجابي جدا يمكن مصر كل ما وصلنا إليه النهاردة من نتائج إيجابية وتمار هو نتيجة راكمية جدا للي كان بيتم على الأرض على مدار الفترة اللي فاتت طيب وشيء وبشيء يذكر بقى طالما تكلمنا عن الحياة السياسية والحزبية وإنه النهاردة احنا بقى عندنا رغم اختلاف الرؤى وجهة النظر بس فيه هدف واحد وهدف عام هو مصر وبس يمكن في أزمنة أخرى كان كل يغني على ليلة كان كل حد عنده هدف وكل حد عاوز يظهر أو حتى لو أخذ اللقطة ومعملش حاجة كانت هناك بعض الأحزاب والطبعيد واجب دايما يعني ما قدرش عمم كانت زهرة وموجودة وتنطوي على لا شيء لا يوجد محتوى لا يوجد شيء تقدر أن هي تقدمه ملهاش بصمات واضحة على الأرض ميدانية لكن النهاردة وشيء طبيعي أنه في اللواعي المصري في حالة من المقارنة موجودة طول الوقت ما بين النهاردة ومن سنين طويلة حصلت لا يعني طبعا فيه تمكين للشباب فيه تمكين للشباب ده يعني ما حدش يقدر ينكره مش تمكين حتى في السياسة بس ولكن في الاقتصاد ومشروعات صغيرة ومشروع إبدأ يعني حاجات كتيرة حصلت للشباب الفترة الماضية بس المهم أنه هو بيتبني على الكفاءة وده عشان كده الدولة بذلت موجود كبير في تدريب الشباب قبل إظهارهم لأنه لو أنا يعني جبت واحد لمجرد لأنا أقول أنه هو شاب وسن وكذا وكفاءته مشجيب بعد شوية هينكشف هنكشف خدرات ولا إمكانية بعد شوية هنكشف لكن أنا أدربه ودخله ودخله بالتدريج رئيس مدينة أو سكرتير عام بعد كده بيخش نائب محافظ بعد كده بيخش محافظ بعد كده يخش وزير يعني ده بتقدر تقول لأن الدولة كمان بقت كلها أو نسبة كبيرة من أغلبية الناس في الوقت بقوا شباب في سن شباب فأنت لازم تستوعب هذا الجيل وبعدين هذا الجيل كمان عنده أفق وعنده حلول وعنده ابتكارات وعنده ثقافة مختلفة تماما على أجل نظرا للتكنولوجيا الكبيرة والتقدم الكبير اللي حصل في الأحزاب أمان تحدي لازم لإما تركز في هذا التحدي لإما يبقى هيبقى عندهم مشكلة يعني إحنا عندنا فوق المئة حزب آه فيه تلات أحزاب نازلين رأسيين اللي هو مصر الديمقراطي والشعب الجمهوري والوفد نازلين بمرشحين ودي حاجة كويسة جدا منهم وأعطاك أن الناس هينعكس على أدوهم بشكل كبير في الانتخابات البرلمانية هيديهم ثقة هيديهم فرصة أنهم برضو يدربوا كوادرهم لأن الجزء الانتخابي والتنظيمي غير الجزء السياسي دايما يعني فكرة أنك ما عندك كادر عنده قدرة على التنظيم وحجر الناس في الانتخابات وبتاع دي حاجة مش سهلة فدول التلات أحزاب الأحزاب التانية اللي مصلت في مجلسي النواب والشيوخ سواء بالانتخاب أو بالقايمة أو بالفرد أو بالقايمة أو بالتعيين وده من فرصة أنهم ينزلوا الشارع بحيث أننا ما نجيش برضو في النهاية في سنة 25 نهاية 25 مع تجديد البرلمان تبقى هذه الأحزاب لسه برضو ما عندهاش تمثيل مناسب لأن الرئيس لما جاء أعلن أنه هو الرئيس السيسي لما جاء أعلن موضوع ترشيحه وكبوله الترشيح وكده وأنه هو هيترشح للرئاسة قال وسأسعى إلى تعميك الحياة السياسية والتعددية الحزبية فهناك فرصة لهذه الأحزاب وذاتا أن الرئيس مش منتمي الحزب وفقه للدصور آه في أحزاب كبيرة ومهمة بتدعمه زي مستقبل وطن زي حماية وطن زي الكثير من الأحزاب الأخرى لكن هو لا ينتمي الحزب فبالتالي هيبقى عنده فرصة أنه هو يدعم كل الأحزاب والأحزاب عندها فرصة أنا من وجهة نظري فرصة كويسة جدا لأن هي تمارس السياسة بشكل فاعل تحتكي بالشارع وعندها جيل بقى جديد طالع مهتم بفلسطين ومهتم بالسياسة المفروض يشتغل عليه ويستغل به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر